بسم الآب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين المجد للآب والابن والروح الكدس الآن وكل أوان وإلى دهر دور كلها أمين نلتقي مع القديس كريلوس الكبير في تفسيره لإنجيل معلنة ماري يحنى البشير الإصحاح الثالث الفصل الرابع من الكتاب الثاني بعنوان في أن خصائص الله الآب ليست في الإبن بالمشاركة بل هي بالجوهر والطبيعة يحنى 3.35 الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يده بما إن المعمدان قد قال إنه لا ينبغي على الإبن الذي هو إله من إله أن يستخدم كلمات غير كلمات الذي ولده أعني الكلام الصادق لأنه يقول إن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله فلهذا يستطرد ويقول الآب يحب الإبن ويقول إننا لا نحزن الله الآب إن نحن كرمنا ذاك الذي ولد منه بكرامة مساوية ولن نجعله يستاء إن نحن كللنا بالمجد الإلهي ذاك الذي هو جوهريا وارث لصلاح الآب لأن الآب يحب الإبن لهذا فالآب يصر إن نحن مجدنا الإبن كما يحضنه إن فعلنا النقيد لدى ابنه ذاتي الوارث وحده لهذا السمو الإلهي إذ إنه قد دفع كل شيء في يده أي كل شيء أي أن كل ما هو صالح جوهريا في الآب فهذا كله هو في سلطان الإبن لأنه يسمى اليد في هذه الكلمات قدرة كما يقول الله بلسان أحد الأنبياء يمين نشرت السماوات بدلا من قوله قدراته نشرت والإبن له في ذاته كل ما للآب ليس بالمشاركة رغم ما قيل إن الآب قد دفع به إليه لأنه بذلك يكون لهوته مكتسبا وليس طبيعيا لكن الآب يدفع بكل ما له إلى ابنه تماما كما نفهم أن إنسانا أيضا يعطي الطفل المولود منه كل خواص بشريته أو كما يقال عن النار أيضا إنها تعطي بالحرارة المنبعثة منها خاصية طبيعتها الذاتية وذلك من خلال الطاقة وفي متى هذه الأمور لا يكون العطاء العطاء فقدانا بالنسبة للمعطي إذ ليس بالانفصال أو بالانقسام يتم صدور ما يعطى ويكون مظهر الأغذة مظهرا بلا لو من جهة الآخذين لأنه فقط بسبب لفظة المولود منه يفهم أن المولودين لهم نفس الطبيعة الخاصة بمن يلدونهم وبذلك يتضح بجلاء ما هي تلوالد بالطبيعة الذي يشرق بمجد بهائه الخاص وهذه الأمور نوردها أيضا على سبيل المثال لكن الله فوقها جميعا ونحن بسبب ذلك لن نتهم لغة البشر بالقصور لأن مجد الله إخفاء الأمر كما هو مكتوب وإن كنا نرى كما في مرآة كما في لغز ونعرف بعض المعرفة فكيف لا نكون أكثر عجزا في كلمات اللسان وسوف تدركون إذن وبتقوى إما إنه بهذه الطريقة قد أعطيت كل الأشياء للإبن من الآب بالطبيعة أو تفهمون أن الآب قد دفع له كل شيء عندما صار في الجسد فلا تعودون تدخلون العطاء والأغب في مجال الخواص الطبيعية بل تعتبرون الإبن له سلطان على كل المخلوقات لكي يكون فهمكم للأمر هاجا في العدد 35 القديس كريلوس بيعلق على كلام القديس يحن المعمدان وبيقول بعدما القديس يحن المعمدان قال إنه الإبن هو إله من إله وبالتالي هو بيستخدم نفس كلمات اللي ولده اللي هو الأب وهو الكلام الصادق لأنه قال إن اللي أرسله الله يتكلم بكلام الله فالإبن أرسله الأب عشان كده الأبن بيتكلم بكلام الأب الكلام الصادق وبيكمل قديس يحن المعمدان وبيقول إن الأب يحب الإبن وإحنا نقول إن إحنا مش بنحزن الأب لو إحنا كرمنا اللي ولد منه بنفس الكرامة اللي هو الأبن ومش هنجعل الأب أبدا متضايق أو حزين لو إحنا كللنا الأبن بنفس المجد الإلهي اللي للأب اللي هو من نفس جوهره وله نفس صلاح الأب ليه؟ لأن الأب يحب الإبن زي من قديس يحن المعمدان قال عشان كده الأب هيفرح جداً وهيصر إن كنا إحنا نمجد الإبن وهيزعله يحزن لو عملنا العكس تجاه الإبن اللي هو ذاتي ذاتي هنا معناها إنه من الآب طبيعياً ولد من الآب طبيعياً كأنه شيء ما فيش انفصال ما بينه زي كده ما أقول أنا نفسي أو أنا ذاتي يعني حاجة مني حاجة فيه الوارث السمو الإلهي الابن هو الوارث السمو الإلهي عشان الأب أعطى ودفع كل شيء للأبن وكل ما هو صالح بشكل طبيعي موجود في الآب وموجود في الإبن عشان كده الإبن له السلطان عشان كده الإبن يسمى اليد أو الكدرة زي ما بيقول في أشعياء النبي يميني نشرت السموات هنا الآب يتكلم بيقول يميني نشرت السموات يعني أنا خلقت السموات بيدي أو خلقت السموات بإبني عشان كده القديس كوروس يمكن قرر علينا العبارة دي إن كل شيء هو لنا من الآب بالإبن في الروح الكدس وبدل ما يقول قدرتي نشرت السموات بيقول يميني وهنا نفهم إن الإبن ربنا يسوع المسيح له في ذاته كل ما للأب يعني كل اللي للأب كل الخواص وكل الصفات اللي في الأب هي نفسها كل الصفات وكل الخواص اللي في الأب ودي مش مشاركة من الأب للأب وكأن الأب ما عندوش الصفات دي والأب عطهاله لا لكن ده شيء طبيعي مش مكتسب مش معنى إن الإبن قال إن كل شيء دفع على الإبن من الإبن كأن الإبن هو أعطى الحاجات الاستفاد والخواص دي للأب وكأن الإبن مكانش عنده لا هنا الموضوع ما بين الإبن والإبن مش مشاركة ولكن هو اشتراك طبيعي مش مش مشاركة كأنها عطاء من الآب للأب بالضبط كده كديس كرولوس أعطى مثل حلو زي ما نفهم إن في إنسان أعطى ابنه المولود كل الخواص الطبيعية الذاتية اللي هي الطبيعة البشرية وبالضبط برضو زي النار النار بتعطي الحرارة ونبعثة منها ودي خاصية من خواص النار ما قدرش أقول إن في مشاركة ما بين الحرارة والنار ولكن ده شيء طبيعي بيخرج من النار عشان كده ما نقدرش نقول إن العطاء اللي من الآب للإبن يجعل الآب يفقد وكأنه معطي وكأن العطاء ده سبب انفصال أو انقسام بسبب الشيء اللي بيصدر من الآب لكي يعطى للإبن مفيش كده الإبن والآب ليهم نفس الخواص بوحدانية كاملة لإني بسبب لفظة المولود من نفهم إن المولودين ليهم نفس الطبيعة اللي ولدوهم من نفس طبيعة اللي ولدوهم عشان كده يتضح جدا إن الوالد بالطبيعة اللي بيشرك بمجد بهاءه الخاص هو بيزهر لنا من خلال الإبن زي ما قال القديس كرالوس قبل كده إن الآب ظاهر في الإبن والإبن ظاهر في الإبن بشكل طبيعي بدون أي نوع من أنواع المشارك وكل الأمثلة دي القديس كرالوس بيقول هي أمثلة مجرد على سبيل المثال ولكنها ما تعبرش عن الله بكامل السورة لإن الله فوق الجميع ومش هنقدر نقول إن لغة البشر قاصرة ولكن الحقيقة اللي نقدر نقوله هو إن مجد ربنا مخفى دايما لإن مجد الله إخفاء الأمر وإحنا بنعبر عنه بقدر المستطاع باللغة اللي موجودة وزي ما بيقول بوليس الرسول إحنا بنرى في مرآة في لغز ونعرف بعد المعرفة عن الأمور اللي هي فلو كان عقلنا بيدرك بعض المعرفة كم يكون لساننا عاجز عن إننا ندرك الكلمات ونعبر عنها وقديس كرالوس بيقول لنا هنعرف أكتر لما نشوف إن كل الأشياء أعطيت للإبن من الآب بالطبيعة لما نشوف الإبن تجسد وإنه فعلا أخد الكدرة على إقامة الموتة وإحياء وشفاء الأمراض وإخراج الشياطين ودي كدرات ما كانتش موجودة عند البشر مثلا ما سمماش حد في العادة القديم فتح عيون عميان ما سمعناش حد في العادة القديم أخرج شيطان ما سمعناش حد في العادة القديم شفاء أعرج دي كلها حاجات خاصة بالإبن توضح إنه هو الكلمة وهو الطريق وهو النور وهو الحياة اللي أخذ كل هذه الاستفات من الآب بشكل طبيعي وليس بالمشارك بيكمل القديس كريلوس من عدد 35 بيقول الأب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يده يقول المعمدان لا تدعوا الإبطاء في السماع يدفعكم إلى التطاول في الحديث عند رؤية رب الجميع إنسانا ولا يفترض أحد أن الحق الإلهي زائف رافضنا الإيمان الواجب لله بسبب الجسد بل ومن قبل شهادته وليسر على الفور يختم أن الله صادق لألا يحزن الآب السماوي لأنه يحب ابنه ودليل محبة له هو ذلك السلطان الذي أعطاه له على الجميع والذي يقول عنه المخلص نفسه أيضا كل شيء قد دفع إلي من أبي وأيضا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض كما أني لا أفترض أنه بسبب ما يبدو أن الإبن يأخذ كل شيء أن يتصور أي أحد أن الإبن أقل لماذا؟ لأن هذا قد قيل أخذ حينما صار إنسانا وحينما وضع نفسه لأجلنا حينما دعي الرب عبدا حينما صار الإبن الذي هو حر محسوبا بين العبيد لأنه كيف وضع نفسه أو كيف قيل عنه إنه نزل عن مساواته مع الله الأب ألا ترون في هذه الأشياء أن ذاك الذي يعطي إلهيا هو الذي يأخذ ويقبل بشريا ما هو له كإله لأنه ليس تلهبة التي من الأهب هي التي عينت بداية ربوبية الإبن على كل شيء بل بالحري هي عودته واستعادته بالجسد للسلطان الذي كان له أصلا قبل التجسد لأنه لم يبدأ أن يكون ربا على كل الخليقة فقط حينما صار إنسانا حقيقة في الجزء ده القديس كريلوس بتكلم بعمق شديد قوي لما بتكلم عن العدد إن الأب يحب الإبن ودفع كل شيء في يده بيقول بيدعونا إن إحنا من خلال كلماته القديس يحن المعمدان إن إحنا ما نبقاش بطاق في السماع فبالتالي أو نبقى يعني في نوع من أنواع الكسل في الزهن في فهم وإدراك الحقائق الإلهية فنبتدي نتطور في الحديث لما نشوف إلهنا ومخلصنا الكلمة الحقيقي ابن الآب صار إنسانا وأوعى نفترض إن الحق الإلهي اللي هو ربنا يسوع المسيح زائف ونرفض الإيمان الواجب لله بسبب إنه تجسد لإني القديس يحن بيقول إن اللي يقبل شهادة الإبن يختم إن الله صادق ليه؟ لإني لو ما عملش كده هيحزن الله الآب اللي بيحب إبنه واللي دليل ما حبته له إنه أعطاه السلطان على كل الخليقة زي ما بيقول كل شيء إن قد دفع إليه من أبي قديس كرولز بيقول أنا عمري ما هفترض إنه بسبب إن الإبن يبدو إنه يأخذ كل شيء إن حد يتصور إن الإبن أقل ليه؟ بيقول ليه ما نتصورش به؟ يعني بما إن الإبن بياخد يجي ممكن واحد يقول الإبن أنه هياخد من الآب حاجات صفات خواص عطاية طيب بدل هو بياخد من الآب كل هذه الصفات والخواص إذن هو أقل من الآب قديس كرولز بيقول لا لا يمكن كده وأنا لا أفترض ده طيب ليه قديس كرولز يقول لنا لأن هذا الإبن اتقال عنه إنه أخذ لما صار إنسانا يعني بسبب تجسده اتقال عنه إنه أخذ والأخذ هنا هو مش لذاته هو لينا إحنا عشان يعطي الطبيعة البشرية كل ما قد أخذ وطبعا في بعض الصفات اللي تناسب الطبيعة البشرية بالإضافة إنه أخذ لأنه صار إنسانا ووضع نفسه لأجلنا ولما ربنا يسوع دعي عبد وصار الإبن اللي هو حر في الأساس من العبودية محسوب وسط العبيد اللي هو الطبيعة البشرية بيقول القديس كرولز لإنه إزاي هيبقى وضع نفسه أو إزاي إنه نزل عن مساواة ولله الآب لإني بيقول لنا أنتوا مش شايفين إن الأشياء اللي بتعطى بطريقة إلهية هي بتأخذ وتقبل بشكل بشري من اللي هو أساسا إله يعني كل عطية بيعطيها الأب بيعطيها للإبن من أجل البشرية مش من أجل الإبن نفسه ولما الإبن ياخد ده معناه إنه بيعلن مجده اللي كان عند الآب منذ الأساس لإني قديس كرولز بيقول إن الهبة اللي بتأخذ للإبن من إن الأب مش هي الهبة اللي بتعين أو بتعلن إن الإبن رب على كل شيء من البداية لأ ولكن هي بتعلن إن الإبن اللي صار عبدا هو بيرجع يستعيد مجده اللي هو أخفاح من أجل خلاص البشرية لما تجسد لأنه ما بدأش يكون رب على كل الخليقة لما صار إنسان لا هو رب كل الخليقة منذ قبل الدهور أو منذ الأزل بيكمل قديس كرولز يقول لأنه أي إخلاء يكون الرب قد نزل إليه يقول أحدهم حينما صار إنسانا ثم بدأ في نوال الربوبية كيف يظهر في شكل عبد إن كان سيعلن عنه في النهاية ولو بشكل قليل ربا على الجميع يلس خفت هذه الأفكار إذ أنه بعد أن صار إنسانا فهو لا يزال يحكم ويسود دون أن يفقد القرامة الإلهية بسبب تجسده بل إنه ارتفع مرة أخرى بالجسد أيضا إلى ما كان له من البدء وهذا ما يثبته هو نفسه بقوله والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم أرأيت كيف إنه لا يطلب بداية المجد بل تجديدا للمجد الأصل الذي له وأيضا هو يقول ذلك بصفة إنسانا إنه بسبب الطبيعة البشرية قيل أن كل شيء قد دفع إلى الإبن ويمكن للراغب في التعلم أن يجمع من كل ناحية براهيم بحكمة ويمكنه عندئذ أن يفهم ولكن يفهم بالأخص من تلك الرؤية المهيبة التي يقول فيها دانيال النبي إنه رأى القديم الأيام جالسا على عرشه ويعلن أن ألوف ألوف تخدمه ورابوات رابوات وقوف قدامه ويضيف أيضا وإذا مع صحب السماء مثل ابن الإنسان آتي وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة هنا أنت ترى سر التجسد بكامله موصوفا بدقة لنا وترى كيف أن الإبن يقال عنه إنه يقبل ملكوت الأب ويراها النبي لا الكلمة المجرد بل كابن إنسان لأنه وضع نفسه كما هو مكتوب إذ وجد في الهيئة كإنسان لكن بعودته هو أولا إلى ملكوته بالجسد يظهر إنه كان بداية لنا وطريق إلى المجد في الملكوت ولكونه بالطبيعة هو الحياة فقد نزل إلى الموت بالجسد لأجل الجميع ليحررنا من الموت ومن الفساد أيضا وبمشابهته لنا جعلنا متحدين بذاته وصرنا ورثة للحياة الأبدية لهذا وضع ذاته في ردبتنا الوضيعة وهو رب المجد كإله لكي يستعيد طبيعة الإنسان إلى الكرامة الملوكية أيضا لأنه هو المتقدم في كل شيء كما يقول القديس بوليس فهو الطريق وأيضا الباب وبكورة الخيرات للطبيعة البشرية وبكرى القائمين من الموت ومن الفساد إلى عدم الفساد ومن الضعف إلى القوة ومن العبودية إلى البنوة ومن الهوانة والخزي إلى الكرامة والمجد الملوكي لهذا حينما يبدو أن الإبن ينال كإنسان ما هو له أصلا كإله لا نتعثر بل بالحرية نفتكر في كيفية التدبير الإلهي لحسابنا ولأجلنا نحن البشر لأننا بذلك سنحفظ ذهننا من أن ينجرح ويتأذى في المقطع ده القديس كريلوس بيكمل على نفس المفهوم اللي فاته ويقول إيه هو الإخلاق اللي ربنا نزل إليه هو أنه صار إنسان وبيتسأل هل لما صار إنسان بدأ في أنه هو يكون إله وبيتسأل تاني وبيقول طب إزاي يظهر في شكل عبد لو كان هيعلن عنه في النهاية وحتى لو بشكل قليل أنه رب على الجميع ليه هيظهر في شكل عبد قديس كريلوس بيقول أن دي أفكار سخيفة وغير منطقية لأنه بعد ما صار إنسان فهو قادر إنه يحكم ويسود بدون أن يفقد الكرامة الإلهية بسبب تجسده إذن يبقى هو رب على الكل قبل تجسده وبسبب تجسده قيل عنه إنه نزل وبدع لكن لما كان بالجسد ارتفع مرة أخرى للمجد اللي كان ليه وده اللي بيثبته هو بنفسه لما فقال في الإسحاح 17 من إنجليل معلمنا يوحنا والآن مجدني أنت أيها القاب عند داتك بالمجد الذي كان ليه عندك قبل كون العالم ويس كريلوس بيقول اللي بيخطبه إنت شايف شايف إزاي أنه مش بيطلب بداية مجد هو بيطلب تجديد للمجد الأصلي اللي كان ليه وهو بيقول الكلام ده بصفته إنسان لأنه بسبب الطبيعة البشرية اتقال عنه إن كل شيء قد دفع إلى الإبن واللي يحب أكتر يتعلم هيجمع براهين كتير تثبت إن الإبن هو الرب بالحقيقة وهو اللي له المجد الإلهي منذ الأزل ولكنه نزل واتضع بسبب التجسد والهدف هو أن يشركنا إحنا في مجده وابتدى القديس كريلوس يستشهد بنبوة دانيال النبي في دانيال سبعة وبيقول إن في دانيال سبعة بيشرح سر التجسد بكامله بوصف دقيق جدا ويقول إن الإبن يقبل ملكوت الآب وأن دانيال النبي بيشوف الإبن مش مجرد كلمة مجرد مش مجرد إنه في وضع ألهيته فقط لا ده بيشوفه ابن الإنسان يعني متجسد وضع نفسه زي ما بيقول بوليس الرسول وجده في الهيئة كإنسان ولما يشوفه إنه يرجع مرة أخرى إلى ملكوته بالجسد ده بيظهر إنه كان بداية لنا وطريق لمجد الملكوت لأنه هو بالطبيعة الحياة اللي نزل إلى موت الجسد من أجلنا إحنا عشان يحررنا من الموت ومن الفساد ولما يشبهنا يجعلنا إحنا متحدين به ويجعلنا ورصة للحياة الأبدية ويضع ذاته في ردبتنا الوضيعة ورغم إنه هو رب المجد لكنه بيستعيد طبيعة الإنسان للكرامة الملوكية وهو المتقدم في كل شيء زي ما بيقول قديس بوليس الرسول هو الطريق وهو الباب هو بكورة الخيرات أو بداية كل الخيرات للطبيعة البشرية هو بداية القائمين من الموت ومن الفساد لعدم الفساد هو اللي أقام طبيعتنا من الضعف للقوة ومن العبودية إلى البنوة ومن الهوان للكرامة عشان كده الإبن بينال كإنسان كل اللي هو ليه أصلا كإله ولو شوفنا إحنا كده ما نتعبش بل نبتدي نفكر إن التدبير الإلهي والخطة الإلهية دي في الأساس هدفها هو إنها تكون لحسابنا ومن أجلنا إحنا البشر ولو حفظنا المفهوم ده في زهننا عمرنا ما هنتعثر في الإبن كإله نزل واتضى العدد ستة وتلاتين الذي يؤمن بالإبن له حياة أبدية لم يكن هذا ببساطة وبلا فحص أن يشهد الحكيم جدا يوحن المعمدان أن الذين يؤمنون بالمسيح تعطى لهم حياة أبدية كمجازة بل يسوق أمامنا الدليل على ذلك من طبيعة الأشياء لأن الإبن الوحيد هو بالطبيعة الحياة لأننا به نحية ونتحرك ونجد لكنه يحل فينا بالتأكيد من خلال الإيمان ويسكن فينا بالروح الكدس وسيشهد التباوي يحن الإنجلي قائلا في رسائله بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا إنه قد أعطى من روحي إذن فالمسيح سيحي أولئك الذين يؤمنون به إذ هو نفسه الحياة بالطبيعة وهو يسكن فيهم في تعليق القديس كريلوس على العدد ستة وتلاتين الذي يؤمن بالإبن له حياة أبدية القديس يحن المعمدان بيشهد أن اللي يؤمن بالمسيح تكون مجازاته أو الأجرة اللي ياخدها هي الحياة الأبدية ليه؟ لأن الإبن هو نفسه بالطبيعة الحياة فاللي يؤمن بالحياة هينال الحياة اللي يؤمن بالنجاح هينال بالنجاح ونعنى نفس القياس يعني لأنه به نحيا ونتحرك ونوجد زي ما بيقول بوليس الرسول في سفر الأعمال ولأن إيماننا بالإبن يعطينا الحياة إذن هو يحل فينا بالإيمان ويسكن فينا بالروح الكدس وهنا نشوف الوحدانية ما بين الأقانيم وعدم الانفصال أن الإبن بيحل فينا بالروح الكدس والقديس يحن يقول إن إحنا نعرف إن هو يثبت فينا وإحنا فيه إنه أعطانا من روح الكدس عشان كده المسيح هيحي اللي يؤمن به إن هو الحياة بطبيعته وهو يسكن فيهم ويزودنا القديس بوليس بالبرهان على إن الإبن يسكن فينا بالإيمان قائلا بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى كل عشيرا في السماوات وعلى الأرض لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وبما إنه بالإيمان في به يدخل ذاك الذي هو الحياة بالطبيعة فينا كيف لا يكون صادقا بقوله الذي يؤمن بالإبن له حياة أبدية أي أن الإبن ذاته ولا آخر سوى هو الذي نعرفه نحن إنه هو الحياة قديس كيريلوس بيقول لنا بوليس الرسول كمان بيقول لنا إزاي الإبن يسكن فينا زي بالضبط من قديس يحن فرسلته قال لنا بيقول قديس بوليس الرسول إن الإبن يحل فينا بالإيمان ونتأيد بقوة روحه في إنساننا الداخلي وبيقول بما إنه بالإيمان بالإبن يدخل فينا الإبن ويسكن ولو ما يحصلش ده يبقى إزاي الإبن يبقى صادق لو قال إنه يؤمن بالإبن له حياة أبدية عشان كده إحنا نؤمن إن الإبن زيته هو الحياة مش آخر هو الحياة والذي لا يؤمن بالإبن لن يرى حياة ربما يقول قائل المعمدان إذن يكرز لنا برأي آخر ويفسد عقيدة القيامة قائلا إن الذي يؤمن يحيا كما يؤكد أيضا إن من لا يؤمن لا يرى حياة وكما يبدو فإن كلمته تورد أمامنا هذا الاختلاف وهو إننا لن نقوم جميعا جميعنا فهل معنى ذلك أن ما قيل عن الجميع بشكل مطلق أن يقام الأموات كما يقول القديس بولس قد انتهى أمره وإني أفترض إذن إنه يجب متح الراغب في التعلم ومع هذا فإن علينا أن ندقق البحث في الكتاب المقدس وإني أناشدكم أن تمعنه النظر في الفارق بين الأمور التي قيلت لأنه يقول عن المؤمن إنه سينال حياة أبدية أم عن الذي لا يؤمن فإن للكلمة مغز آخر مختلفا لأنه لم يقل إنه لن ينال حياة بل سيقوم بواسطة نموس القيامة العام لكنه يقول عنه إنه لن يرى حياة أي إنه لن ينعم أبداً حتى بمجرد رؤية حياة القديسين ولن يلمس غبطتهم بل يبقى محروماً من تذوق حياتهم الطباوية لأنه هذه هي الحياة بالحقيقة لكن بقاء المرء في عقاب لهو أكثر مرارة من كل موت وإذا تكون نفسه حبيسة الجسد فقط لتعاني الألام بعد هذا الاختلاف في معنى الحياة يعرضه القديس بولس ويسمع ما يقوله لأولئك الذين ماتوا عن الشر لأجل المسيح لأنكم قد مطتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله متى أظهر المسيح حياتكم فحينئذ تظهرون أنتم أيضاً معه في المجد رأيت كيف يسمى الظهور في المجد مع المسيح هو حياة القديسين لكن ماذا أيضاً عن المرنم الذي ينشد لنا قائلاً من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيراً سن لسانك عن الشر ألا يقدر بنا هنا أيضاً أن نقول إنه يشير إلى حياة القديسين لكني أظن أن هذا جلي أمام الجميع لأنه في الواقع لم يحث البعض على ترك الشر حتى ينال قيامة الجسد بعد الموت لأنهم سيقومون ثانية حتى إن لم يكفوا عن الشر بل إنه يحدهم بالأحرى على طلب تلك الحياة حيث يرون أياماً صالحة على الدوام ويقضون حياة لا تنتهي في غبطة ومجد بيعلق القديس كريلوس على العبارة اللي بتقول والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بيقوله إن ممكن نفتكر لما نسمع العبارة دي إن القديس يحنى المعمدان بيكرز برأي آخر يفسد به حقيدة المعمدان لما نسمع العبارة دي الأول واحد لكن لما نحط العبارة دي قدام عبارة القديس بولس الرسول لما يقول إن الأموات بشكل مطلق يقومون نبتدي نشوفه ونقول لا يبقى قديس يحنى المعمدان بيقول تعليم مختلف قديس كريلوس بيوضح ويقول إن اللي يحب التعلم هو إنسان يمضح ولازم ندقق البحث في كتاب المقدس وبيقول إن فيه فرق ما بين اللي تقال لإني لما يقول إن الذي يؤمن به ينال حياة أبدية لكن الذي لا يؤمن به لن يرى حياة فليها مغزة آخر لإنه ما قالش لن ينال حياة هو قال لن يرى حياة ده معناه إنه هيقوم فعلا بواسطة نموس الإيامة العام أو قانون الإيامة العام إن كل الأموات هيقوموا لكن بيقول إنه لن يرى حياة يعني إيه يعني هو هيقوم لكنه مش هيرى الحياة يعني إيه مش هيرى الحياة يعني مش هينعم برؤية حياة القديسين ولا يلمس سعادتهم بل هيبقى محروم من تزوق الحياة المقدسة لأن هي دي الحياة لكن بقاء الإنسان في عقاب هو أكتر مرار من كل موت وتكون نفسه حبيسة الجسد تعاني الألام ده شيء صعب جدا على الإنسان والاختلاف في معنى الحياة القديس بوليس الرسول بيعريده فعلا لأنه بيقول على اللي ماتوا في الشر يقول اللي ماتوا عن الشر في المسيح يسوع أو اللي ماتوا في حياة الشر يعني تابوا يقول عليهم لأنكم قد موتتم وحياتكم مستترة في المسيح مع المسيح في الله وبيقول أنكم هتظهروا أنتم في المجد مع المسيح وقديس كوروس بيقول شفت بقى إزاي القديس بوليس الرسول بيسمي الظهور في المجد مع المسيح هو حياة القديسين وده قود النبي يقول مين هو الإنسان اللي بيحب الحياة ويحب قطرة الأيام هو اللي بيصون لسانه عن الشر عشان كده قديس كوروس بيقول هو هنا يبقى جدير بينا جدا أن احنا نشير إلى حياة القديسين لأن واضح جدا قدام الكل أن ده قود النبي مش بيقول للناس أن هم يتركوا الشر عشان ينالوا قيامة الجسد لكن هو بيقول لهم أنهم يتركوا حياة الشر عشان يطلبوا الحياة الأبدية والحياة اللي لا تنتهي في الفرح والمجد بكمل العدد ستة وتلاتين بل يمكث عليه غضب الله وهنا بيكمل على اللي لا يؤمن بالإبل لن يرحي بل يمكث عليه غضب الله وبشكل أكثر جلاء يكشف لنا المعمدان المبارك غاية مقيل ومن يريد أن يبحث دعه يبحث قوة هذا الفكر يقول والذي لا يؤمن بالإبل لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله لكن إن كان من الممكن إدراك أن غير المؤمن سوف يحرم من الحياة في الجسد لكان بالتأكيد قد أضاف على الفور بل يمكث عليه الموت لكن حيث أنه يسميه غضب الله فمن الجلي إنه يعقد مقارنة بين عقاب الأشرار وتناعمات القديسين وأيضا يسف هذه الحالة بكلمة الحياة التي هي الحياة الحقيقية في مجد مع المسيح أما عذبات الأشرار فيسميها غضب الله وكثيرا ما سمي ذلك العقاب في الكتاب المقدس إنه غضب وسوف أقتصب أقتبس من شاهدين بوليس ويحن المعمدان إذ يقول الأول للمهتدين من بين الأمم وكن بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا ويقول الآخر للكتب والفرسيين يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي بيعلق القديس كريلوس على عبارة بل يمكث عليه غضب الله وهنا القديس يحن المعمدان بيكشف هدف الاتقال ويقول لو غير المؤمن هيحرم من الحياة في الجسد لكان معنى الكلام اللي بيقوله إنه كان كمل ويقول هيمكس عليه الموت لأنه حسب الجسد ولكن بما إنه بيسميه غضب الله فهو هنا بيعلن الفرق ما بين عقاب الأشرار والنعيم والفرح اللي بيحيا فيه القديسين وبيصف حالة القديسين بالحياة الحقيقية في مجد المسيح لكن عذابات الأشرار يسميها غضب الله وكتير بيسمي ده العقاب في الكتاب المقدس إنه غضب مستشفى القديس كريلوس ببولس الرسول لما قال لأهل أفاسوس وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالبقين أيضا يعني أبناء المعصية والخطية وقديس يحن المعمدان بيقول للكتب الفرسيين يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تحربوا من الغضب الآتي يعني مين اللي علمكم أنكم تنكروا أفعلكم الوحشة اللي انتوا بتعملوها وتقولوا إحنا ما عملنهاش نختم عزة القديس كريلوس اللي أنارت عيوننا وألوبنا ونلتقي معاه في الإصحاح الرابع ولربنا كل مجد وكرامة في كنسته من الآن وإلى الأبد آمين